حروب القرى تخيم على أجواء العيد بالصعيد نحن نرى حصل مشاجرات وصلت إلى استخدام الأسلحة الآلية وأصفرت عن مقتل 2 واسابط 15 في قريتين أولاد يحيي أولاد خليفة في سهاج ومنورات أخرى ومنورشات أخرى بين قريتين في الأقصر وقنة نجع البركة وأسمنت بسبب أن كان في عيال بيلعبوا كوتشينة وأنا عجبني جدا الجملة دي من شهود عيان كانوا بيتكلموا ولكن اللي أنا شايفوا الحقيقة من واقع ما هو منشور في جريدة الشروق أن المصادر الأمنية والمصادر المسؤولة في المحافظات المختلفة اللي فيها الأزمات دي بتتكلم على أننا المواطنيين بننشدوا شيخ الأزهر أنه يتدخل علشان حل الأزمة أنه بننشد كبار القرى أنهما يعني يحتول الموقف أنهنا بنسعى ونعمل جهد جبار جدا علشان نعمل جلسة صلح بين الأطراف هذا الأمر أصبح مرحوظ تماما الحقيقة لأن إحنا في دولة قانون هذه الفكرة إحنا في دولة قانون أنا ليس لدي أي اعتراض على فكرة جلسات الصلح كآلية للحل ولكن مش هي الحل الوحيد طبعا مش هي الحل الوحيد هي لازم يكون في خطوط مختلفة شغالة على الأرض الواقع فكرة استخدام جلسات الصلح وعلى فكرة ده شيء مش موجود بعد ثورة 25 يناير فكرة اللجوء إلى جلسات الصلح يعني شيء واحد فقط أنه لا يتوجد دولة ولا يتوجد قانون فأعتقد أننا في حاجة إلى تطبيق وتفعيل دولة القانون هل نبدور عليه بالله؟ نبدور على السابق القانون يعني اللي لقيه يقول لنا أنه نبدور عليه بصراحة القبض على 16 من مخيري الشعب شفنا مبارح على شاشة التلفزيون دخل مجموعة من الشباب يعني تسلقوا المدرجات ودخلوا ولعوا شماريخ وأصلا مفروض أن المدرج مبارح كان من غير جمهور نعم بالضبط وهو ده وده حيعرض حتى الزمالك لعقوبة هيخسر تقريبا 3 نقاط من هذا الأمر ده بالإضافة طبعا أنه خسر أصلا قدام الشرطة واحد اتنين الحقيقة الفترة اللي فاتت شفنا لقاءات ما بين اللواء منصور عساوي وزير الداخلية ومسؤولي الأندية ومسؤولي الأندية من ناحيتهم كانوا عملوا لقاءات مع روابط الألترس هذا الأمر يحتاج إلى حسمه في النهاية خالص في بعض الأصوات لا يعني في بعض الأصوات كمان بتعدي مسألة إن ما فيش جمهور دي بيعدوا إن فكرة بلاش أصلا دوري هذا العام يعني يكفي ما نحن نعنيه الآن في مصر ونحن محتاجين نركز في أمور أهم بكثير جدا من كرة القدم إسرائيل تدق طبول الحرب مع إيران في تقرير لوكالة الدولية للتقدرية بيتحدث عن إن إيران أصبحت لديه الإمكانيات لامتلاك القنبلة النووية وفي تصريحات خرجت بقى من بعض الصحف الإسرائيلية وعلى لسان بعض المسلمين إسرائيليين إن إحنا مستعدين لتنفيذ أعمالية عسكرية ضد إيران وإن إحنا حنضرب المنشآت النووية الإيرانية بالطائرات وممكن نخسر تلت الطائرات التي ستشارك في هذه العمليات يعني ده من واقع المنشور في أكثر من وسيلة إعلامية الحقيقة ولكن الصين وروسيا بتعارض أصلاً إن وكالة الدولية التقزرية أعلان التفاصيل هذا التقرير وبتقول إن ده يشبه يعني زي تحريض على حرب جديدة في المنطقة في كل الأحوال لا يوجد أي طرف الآن في العالم يريد الدخول في أي حرب في المنطقة وحتى بالرغم اللي احنا شفناه وحصل في ليبيا ولكن وضع مختلف تماماً وإسرائيل يعني لا تمتلك القوة الكافية ولا القدرة الكافية للدخول في حرب الآن مع إيران من واقع خبراء استراتيجيين يعني إنه إن المسألة المسألة صعبة جداً وإذ دخلت أمريكا مع إسرائيل ضد إيران فأعتقد إن احنا كده في تحالفات كمان شغالة ما بين إيران وكوريا الشمالية وروسيا والصين ودي طبعاً دول كثيرة جداً منها ليها مواقف ضد أمريكا وضد إسرائيل ففي كل الأحوال أنا أعتقد إن الحديث عن شن هجمات ضد إيران هو كلام يعني من أجل الشهور الإعلامي أكثر منه على أرض الواقع وحتى بيواجه بتصريحات أخرى من المسؤولين الإيرانيين أنهم قادرين على الدفاع عن إيران لكن في كل الأحوال نحن لا نحتمل أي حرب جديدة في المنطقة أنا أشكرك جداً يا محمد على وجودك معنا النهاردة وكل سنة وأنت طيب وكده تكون خلصت فقرتنا من الصحافة ونروح فاصل ونرجع نكمل معيك وباقي فقرة